أقامت جمعية ملتقى أبناء مدرية القفر محافظة أب في مدينة مارب اللقاء التوعوي الثاني بهدف تعزيز الجهود والتعاون بين أبناء المدرية لمواجهة التحديات والأخطار المحدقة بهم وركز اللقاء على أهمية توحيد الصفوف في مواجهة الميليشية الحوثية التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار كما ناقش المجتمعون سبل الحفاظ على منجزات أبناء المدرية والتأكيد على ضرورة تقديم الدعم والمساعدة للمتضررين من السيول التي ضربت المحافظة مؤخرا إضافة إلى كفالة أبناء الشهداء وتقديم الرعاية لهم وذلك تقديرا لتضحيات ذويهم ويسعى اللقاء إلى تعزيز الروح الجماعية والتضامن بين أبناء المدرية لمواجهة كافة التحديات نحن في جمعية ملتقاء أبناء مدرية القفر كوننا هذه الجمعية وهذا الملتقاء من أجل أن نكثف ونكثر من الجهود والتعاون والتآلف والمحبة والتناصر وربط المصير بالمصير فسعينا من أجل ذلك ولدينا اجتماعات شهرية ودورية وهذه الفعالية من ضمن برامينا وأهدافنا في هذه الجمعية فجمعنا أبناء المديرية بشكل عام إلى هذا القاعة من أجل أن نوحيهم وهذا هدف من أهداف الملتقى أو أهداف الجمعية هذا التوعية أو هذا اللقاء القص من ورائه التوعية بأهداف الجمعية وحث الآخرين على مزيدا من الترابط والتعاون والتكافل والتعاون ترجمة نانسي قنقر